السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في طبخ وحلويات ومرايان نتمنى تكونوا باخر والاخير في هذا الفيديو معكم غدا او عشاء سريع سهل ومكونات ومتوفرة في كل البيت وكيوجد في وقت قصير وفي نفس الوقت بنين والديد بزاف وغني بالخضار وغني بكل مكونات الغدائية يمكن نحتاجوها بالنسبة المقادية نحتاجو نجالة ونصف مقطع مربعات صدر الجاج مقطع مربعات قرعة خضراء من واحدة حتى الجوج مقطعين مربعات تماثم واحدة مقطع مربعات صغار واحدة غرط طبيعي شوية دي المعدنوس مقطع رقيق بصلة مقطع رقيقة زيت زيتون خمسة دي البيضات فرومج حمر على حسب الرغبة ملح شوية دي البزار شوية دي الكامون وشوية دي الخرقوم نبدأوا بسم الله في تحضير الوصفة دينا اذا اول حاجة غنبدأ بها في مقلع غناخد شوية دي زيت زيتون غنزيد اليه البصلة لمقطع رقيق وغنبقى كنشحرها اولا كنقليها حتى كتطيح وكتدبل معنا مزيان مزيان باش كتعطينا هذي كل بنا دي الحلاوة دي البصلة كنقليوها اكيد على عافية مهيلة بزاف يعني خفيفة باش ما تتحرق شو طيب لنا وتعطينا هذي كل بنا ديالها من بعد ما تقلت لي البصلة ودبلت غنزيد عليها صدر ديال الدجاج مقطع مربعات وغنخليهم يتقلوا مع بضياتهم حتى كي تغير لون ديال صدر الدجاج كي يدخل في الطياب يعني كي يولي لون دياله ابيض هذي كنزيد عليه مكونات الخرى كنزيد القرعه خضره مقطع مربعات وكنزيد نجال مقطع مربعات صغار وكنحرك الكل وكنخليه يتقلوا مع بضياته او تاني باش كي ياخد كل حاجة كتاخد من طعم ديال الحاجة الاخرى وكي يعطينا نجال كي يبنين يعني ما كيجيش بالمضاق ديال والمعتاد اللي متعودين عليه كي ياخد من طعم والمضاق ديال الجاج وديال البصلة وكي يجيبنين وكذلك حتى القرعه خضره كتاخد طعم ديالهم ده بغنزيد العطريه هنزيد شوية ديال الملحة اولا توابل ديالي شوية ديال الملح شوية ديال الفلفل الاسود اولا الابذار عندي ربع ملقة تقريب عن ديال الخرقوم يعني الكركم ربع ملقة ديال الكامون اولا اكتر يعني التوابل كتبقى لحسب الرغبة كي يبغي يزيد في التوابل كي يبغي يقلل في التوابل لحسب الرغبة ديال كل واحد وكنقليهم مع بعض ديالهم مزيان حتى كيتلقوا هذو الخضر كيتلقوا المادية لهم وكيتشحرهم مزيان مع البصلة ودجاج وهنا البنات تقدروا تعودوا هذك الدجاج بالطون ديال الزيت اولا الكفتة يعني اللي حسب المتوفر عندكم إلا عندكم الكفتة اديروا الكفتة حتى هي كجيم زيانة اولا الطون ديال الزيت مليكن قلي المكوينة ديالي كلها الخضر مع الدجاج والبصلة و التوابل فكنسد عليها وكنخليها كالطيب على افيا مهيلة حتى كالطيب ديال الخضراء وكالدوب يعني كتولي نجال كيولي الطيب و بحال هكا بحال الطريق هذي كيف ما كتشوفوا وكتشرب هذيك اللاصوس اللي تلقات لنا الخضراء وكينساجموا المكونات كلها مع بضياتها وفي ايناء كناخد هذو خمسة ديال البيتات كنزيد عليهم المعد نص تقريبا مالقة كبيرة حتى مالقة ونص كنزيد عليهم الياغورت الطبيعي الملحة و البزار وكنخلط كل مكونات مع بضياتها هذي هي السلطة اللي غادي مالينا هذو كل الخضر باش غادي بحال الشكل ديال تقريبا مهم هي اوكلة سريعة ضغية كتوجد بالنسبة الناس اللي كيكونوا مع الطلين او الزربانين بغيين شي حاجة اللي توجد بسرعة ما تاخدش ليهم الوقت وفي نفس الوقت المكونات ديالا تكون بسيطة ومتوفرة في كل البيت و تكون في نفس الوقت بنينا وفي إناء اللي كيدخل الفرن وكيكون مدهم بشوية ديال الزيت او لشوية ديال الزبدة على حساب الرغبة ديالكم كندير هذيك الخضرات ديالي اللي طبت ليها مع الجاج والبصلة كنديرها على شكل طبقة هكا كنقضها بعد كنصب عليها هذيك الخليط ديال البيض والياغورت الطبيعي اللي كصراحكي يعطي واحد اللدة لهذا الوصفة يعني الديدة بزاف الى ما كانش موجود عندكم هذيك ساعة الياغورت الطبيعي تقدروا بلاستو يعني تعودو نسكس ديال الحليب حتى هوا كيجي يعني مزيان من بعد كنزيد هذيك الطاماتة من المقطاع مربعات فوق هذيك السلطة كنوزعها كنزيد الفراماج حمر محكوك على حساب الرغبة تقدروا تديروا حتى المودزاري الليلة كنت كتعجبكم كندخلوا الفرام اللي كيكون بحرارة متوسطة تقريبا كياخد من خمسة وربعين دقيقة تقريبا كياخد من خمسة وربعين دقيقة فران تقريبا لحرارة ديالو ميتين درجة ويلا كنفرن الغاز فكيكوم توسط يعني كل شي طايب كل شي مطبوخ غير كتنساج بمكوينة مع بدياتها وكيطيب هذيك البيض راه تغيى كيطيب بسرعة وكندخلوا الفران يكيكون مسخنه لدرجة حرارة متوسطة حتى كيتحمر من التحت وكيطيب هذيك البيض كيتجمع وكيتحمر القغطة من فوق وهو كيجي بحلها كيفما كتشوفو كيجي محمر والمنظر ديالو جميل وكذلك الديد بزاف وكنتمنى يجبكم إن شاء الله وتجربوه بصحا والراحة فهو غداء واللاشاء اللي سهل وسريع ضغية كيوجد بصحا والراحة غادي نقطع معكم تريف باش تشوفو كيفاش كيجي من الداخل كنتمنى يجبكم البنات ويجبوكم الفيديو اللي قبل وإلى عجبكم فيديو ما تنسوش تديرو الي لايك وتعبونوه في القناة باش يوصلكم كل جديد الفيديوهات إن شاء الله كنخلكم في أمان الله حتى الفيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة